بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم وعلى شفر المرسلين السلام عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوح الفوتسة 181 فول 2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على طريقة التحكم في حاسوبك انطلاقا من هاتفك الأندرويد بطريقة يمكنك إظهار مباشرة شاشة حاسوبك على هاتفك الأندرويد وعمل أي شيء تريده انطلاقا من الهاتف أحبابي في الله طبعا سوف نحتاج إلى تطبيق سوف نقوم بتثبيتي على هاتفنا الأندرويد وأيضا برنامج التطبيق نفسه ونقوم بتثبيتي على جهازنا حتى يتم التواصل بين التطبيقين لذا كل ما عليكم فعلوا الدهاب إلى هذا الموقع تقوم بالضغط على الدولة في الأعلى ونوى سوف يتم تحميل برنامج صغير تقوم بتثبيتي next 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 لحين ما يتم تثبيت البرنامج على حاسوبك وبعد تثبيتي سوف يعطيك إيقونة بهذا الشكل البرنامج يدعى splash top وهنا حبابي في الله نقوم بالضغط عليه ثم سوف يظهر لك نافدة بهذا الشكل نقوم بالضغط على create one هنا إذا كنت لم تقوم بطبيعة الحال من قبل بإنشاء حساب نقوم بالضغط على create one ثم تقوم بوضع بريدك الإلكتروني كلمات المرور إعادة كتابة كلمات المرور ثم تضغط على create account بعد إنشاء حساب بالبريد الإلكتروني وكلمات المرور تضغط على login هنا مباشرة ثم تقوم بإدخال بريدك الإلكتروني الذي تشجلت به ثم password كما سوف تشاهدون ثم تضغط على login على أساس تشيل الدخول مباشرة إلى البرنامج بعد تشيل الدخول إلى البرنامج الآن سوف نذهب إلى هاتفنا الآن نضر على تحميل نفس تطبيق البرنامج على الهاتف أحباب في الله لهذا سوف تضغطون على menu هنا مباشرة ثم تذهبون إلى play store هنا أحباب في الله نقوم بفتح play store ثم نبحث عن اسم التطبيق الذي يدعى splash top s-c-p-l-a-s-c-r يعني مباشرة كما سوف تجاهدون splash top يعني نقوم بالضغط عليه سوف أضع لكم إذا شئتم يعني الرابط أسفل الفيديو هذا هو اسم التطبيق نقوم بالضغط عليه مباشرة على أساس تثبيته تضغط على install وتصبر لحين ما يتم تثبيته أنا شخصيا قمت بتثبيته من قبل لهذا يعني لنقوم بالعمل مرة أخرى بعد تثبيت التطبيق على سيفكم الاندرويد نضغط على menu هنا يعني على السستة بلقائمة التطبيقات ثم يعني سوف تجدون أيقونة بهذا الشكل خاصة بالتطبيق نضغط عليها مرة واحدة ثم نصبر لحين ما يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق طبعا بعد تسجيل الدخول إلى التطبيق سوف يطلب منكم يعني كتابات بريدكم الإلكتروني وأيضا يعني الذي تسجلتم به في برنامج التطبيق نفسه على حسوبكم وأيضا كلمات المرور ثم تضغط عليني CR-Session أي تسجيل الدخول وسوف يتم تسجيل الدخول إلى صفحة بهذا الشكل كما سوف تشاهدون تم التعرف على اسم هاتفي أو عفا اسم جهازي اسميته الحسين هذا هو شكله أحباب الله نقوم بالضغط علي مرة واحدة على اساس مباشرة عمل كونكتد مع الحسوب وإظهار يعني الحسوب مباشرة على يعني جهازي كما سوف تشاهدون نضغط على كونتون وار هنا مباشرة وهذه هي شاشة حسوب يا أحباب في الله تستطيع يعني دوران يعني حتى تعبير يعني الشاشة حتى تشاهد يعني بشكل جيد كما سوف تشاهدون وتستطيع أيضا الضغط على هنا مباشرة أحباب في الله على اساس تغيير يعني الشكل الذي تريد مشاهدة به يعني الحسوب على هاتفك فتضغط هنا مباشرة كما سوف تشاهدون ثم تختار الشكل الذي يعجبك مثلا سوف نختار الاختيار الثاني ثم نضغط على كونتون وار هنا سوف تشاهدون يتم إظهار يعني الحسوب بشكل جيد على هاتف أحباب في الله كما سوف تشاهدون استطيع التحكم فيها والدخول إلى أي شيء أريده مثلا لو ضغطت على هذا الملف كما سوف تشاهدون في الأعلى هنا سوف يتم فتحه ضغط عليها مرتين وأصبر لحينما يتم فتحه كما سوف تشاهدون تم فتحه على حسبي ويتم أيضا فتحه على الهاتف وتستطيع الكتبة أي شيء تريده على الملف أحباب في الله فلو دخلت مثلا على الفيسبوك أو شيء من هذا القبيل كما سوف تشاهدون ننتظر قليلا كما سوف تشاهدون فيتم تشجيل الدخول إلى الفيسبوك وأستطيع التحكم به على هاتفي أحباب في الله كما سوف تشاهدون الحين أقوم بتدوري على هاتفي وأستطيع كتابة أي شيء أو نزول إلى الأسفل إلى غير ذلك يعني بطريقة يمكنك التحكم بحسوبك انطلاقا من هاتفك الشخصي أحباب في الله أتمنى أن الدرس قد أفادكم لا تنسوا في الأخير دائما زيارتنا على موقعنا www.igli5.com والإنمام لصبحتنا على فيسبوك فيسبوك.com لا تنسى الاشتراك في قناتي حتى يسيرك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله